أكد معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد الخليفة أثناء الاجتماع التشاوري الثاني مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسية النواب والشورى أكد أن الإجراءات المتبعة في تخفيض الإنفاق بهدف تقليص العجز والدين العام في الميزانية المطروحة لعامي 2017 و2018 لن تمس الخدمات المقدمة للمواطن الكريم وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة جاء ذلك خلال رد الجانب الحكومي برئاسة معالي وزير المالية على نحو 40 استفسارا وسؤالا من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى بهدف التباحث والوصول إلى توافق بشأن تمريل مشروع قانون الميزانية العامة لعامي 2017 و2018 إلى ذلك أكد سعادة النائب عبد الرحمن بوعالي رئيس لجنة المالية في مجلس النواب جانب السلطة التشريعية أن الجانب الحكومي قدم في الاجتماع الإجابات المطلوبة على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء المجلسين وتم إضاحة جميع النقاط التي كانت غامضة لدى أعضاء السلطة التشريعية بكل شفافية موضوح وتعاون طبعا تحدي الرئيسي الذي واجهنا وهو انخفاض أسعار النفط وكيف انتعامل معه بشكل يحفظ التوازن بين أساليب معالجتنا لزيادة الإرادات وتخفيض المصرفات وفي نفس الوقت عدم المساس والمكتسبات الرئيسية للمواطنين البحرينيين وبالتالي هناك مجموعة من العوامل التي تم تنفيذها في الفترة السابقة بالرغم من أن نفذناها لكن استطعنا أن نحافظ على نسبة نمو إيجابية في الاقتصاد نسبة بطالة متدنية نسبة تحسن في الاقتصاد بشكل معقول التحدي أمامنا أن نستمر في هذا الطريق نستمر في أن نطبق إجراءات التي تزيد من مستوى دخلنا ترفع من مستوى كفاءة آداءنا تحسن تنافسية اقتصادنا بجذب استثمارات جديدة وفي نفس الوقت التعامل مع موضوع الارتفاع في الدين العام حتى نستطيع أن نسيطر عليه أربع مطالب لنا كمدس النواب لإقرار الميزانية أوليها أن عدم المساس بمقتصبات المواطنين وهناك تأكيد أن صاحب السمو الأمير الخليفة بن سلمان الخليفة الله يحفظه أعطى توجيهاته لماعالي الشيخ أحمد محمد الخليفة للتأكيد بأن جميع المقتصبات ستتم حسب ما جاء في الحساب الختامي 2015-2016 الجزء الثاني وهو سيكون دعم من شركات الممتلكات بما يعادل 20 مليون دينار تقريباً في سنة 2017 و20 مليون دينار في 2018 بالنسبة لحساب الاحتياطي إلى أجيال القادمة نحن مصرين كمدس نواب أن لا يمس هذا الحساب وإذا كانت الحكومة تريد أن تمس هذا الحساب فيكون على شكل قارض من المجلس كذلك هناك تشاور بالنسبة للدعم لشركات طياران الخليج نحن كسلطة الشريعية نرفض رفضاً تام إعطاء أي تسهيلات لشركات طياران الخليج ترجمة نانسي قنقر